الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل يقول هل يجوز لي أن أقتني أدوية لأقائبي ببطاقة الشفاء الخاصة بي لا يجوز لك وهذا من الكذب ومن الغش ومن الخداع قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وقال صلى الله عليه وسلم ولا زال رجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا وحدا راجل سيقوله الضمان الاجتماعي لأنه في عام واحد يعني يقرب واحد الميتين وصفات طبية أو دونونس أي طوله قالوا له على السبب لي زور دونونس راكم قطعا ما في كواله قال لهم قالوا له حبينا سخسكوهما الضمان الاجتماعي عندهم أطباء يعني لما يقرأ الوصفة يقدر يعرف ولا انتعك ولا مش انتعك لأنه قادر الوصفة تكون فيها أدوية تعطفل في عمره 8 سنين وهذا الراجل في عمره 75 سنة سمي فيقوهما ما لا يطوله قالوا لي ودي هذا الوصفة الوصفات هذه ولا انتعك قالوا متاعي ورسولاتي وحق ربي والله الذي لا إله إلاه بدأ يحلف الكذاب وم بعدها طبيب قالوا قالوا هذا الوصفة هذه ليارك تحلف بالانتعك هذه تعامراك يتحيظ هاي تعامراك يتحيظ تنحي لها ستارت على الحيظ انتهي يارك تحيظ شفتوا واحد يكدب يعوذ بالله شفتوش ما عندها ولا زال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذاب هو وقت ان الاقارب تاوقع يجيبوا له الوصفة الطبية يروح يشري باسمه ويمدلهم ولكن كي يعيطوا لك الضمان وسخساوك كان عليك ان تقول الحقيقة قال يا ودي انا عندي وحدة ولا زوج من هذا الوصفات اما الباقية على الاقارب كيوصل راجل يحلف باللي الوصفة هذه انتاعوا ويتعمراك باش نحي لها ستارت على الحيظ حسبونا الله ونعم الوكيل راهوا الكذب في كل حاجة يا عباد الله انسان يخطب طفلة سمعوا شاني يقولكم يخطب طفلة ويعقد عليها ويعطي لها الخاتم اتحر الخاتم بعد عامين كيوقع الطلاق تروح الطفلة تعيير تصيب هذا الدهب ما شي حقيقي مدغول يعني من اللحظة الاولى كان يكذب ويخدع نهاجا يخطب قال لهم اندي لها مبلغ مالي وخاتم دهبي وتونك هذا الخاتم غير حقيقي مكذوب ومخدوع ومغشوش حسبونا الله ونعم الوكيل حسبونا الله ونعم الوكيل ما لا يجوز لك ان تقتني ادوية لأقاربك بالبطاقة انتاعك لانك انت لما تقدم بطاقة انتاعك الصيدة ليفهم ان هذا الدواء لك انت انت صاحب البطاقة هذا غش وخداع وكذب والأطباء لرهم يسمعوني كين أطباء هو يقول للمريد تاو خويا عندك لا سيانس لا لا ما عنديش شوف تأخوك ولا تعبابك ولا تعمك وانا نكتب لك على اسمه لا يجوز لك ايها الطبيب عليك بالصيدق ما عندوش ما عندوش عندو عندو الصيدق هو اللي ينجح الامة ينجح البلاد ايه نجحك انتا يا سبحان الله ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ولما يكتبك ربي كذاب وشا ينفعك شكرا حي سلكك كيف تنقل نفسك من ديوان الكذابين الى ديوان الصادقين سائل يقول هل الطلاق سائلة تقول هل الطلاق يقع في النوم لقد سمعت زوجي يطلقني في النوم ولما اخبرته انكر ذلك ولكنني سمعته الطلاق لا يقع في النوم لان القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ وانت يا روح يشوف يا دراجلك مسكين اللي يوصل حتى ولا يطلقك في الرقات بلك في اليقظة ما يقدش يخاف منك روح يشوف يا وعلاء مسكين وصل سقسيها انت لو كان ما قلت لهش باللي نمتك يطلق فيها قول له واش راك بلا باس مليح خير ان شاء الله واش نمت البارح بالعقل بيه هدوء بلك راكيم كرهت لوحياته هذا الراجل مسكين ما روش قادر يا هدر بلك راكيم خوفاته بماليك هدو كنساته عنه خوية وبابا وخوية وبابا هدو كنعيط البابا ونعيط الخوية وتخلع فيها راجلها بلك راكيم خلعته بسوء الاخلاق انتاعك سوء التصرف انتاعك المرأة في لبنانك يا راجلها يكون خارج من الدار تقول له يا حبيبي ما تطولش ما نقدرش نصبر على الفراق انتاعك هاقدر يا حبيبي المصرية راجلها خارج تقول له يا عيوني هاقدر يا عيوني يا عيوني ما تبطلش ما نقدرش نعيش بلا بيك الجزائر الراجل كيكون خارج واش تقول له ما تنساش تربط معك بيدون زبل هاقدر ما تنساش شكارة عزبل الخرجة مسكينة يخرج بشكارة عزبل ونهار يجي داخل الدار لا مرحبا بيك لا نورتنا الدار لا توحشتك لا والو البديا واش جبت هادي وهادي جبت الطماطيش يا اخ ما نسيتش البيض ويبدعوا بالشرية يا واش الراجل واش من القوة تبقالو خارج بالدار ما تنساش كارة عزبل ومن بعد الدولة تقول لك الانتاج والانتاجية واش من الانتاج خلاص كايبوت قطعوه في دار ويديت قطعوه في الدار ما يقدرش يروح الانتاج والانتاجية يخرج في شلان يا سبحان الله اما لا روحي شوفي راشدك هذا ليطلقك في المنام وعلى وصلته لهذه الحالة حسبنا الله ونعم الوكيل سيدة تسأل وتقول تصدقت بمبلغ مالي لعائلة فقيرة لشراء كبش للعيد واشتريت كبشا لنفسي فهل اتصدق من هذا الكبش؟ نعم تتصدقين منه لأن هذا الكبش اللي صدقته الله يبارك يعني يا ربي يقبله ويعمر لك دارك وهذا الصدقة تدفع البلاء ما كاش حاجة تدفع البلاء كي ما الصدقة كنت سمعه وكي تسمعه نفده دكرك سبعة انت واش عشر دور وعشرين دور ماشي لازم تكون ملياردار طبسي طعام حاجة ستيل وصدق واحد فقير يتيم مسكين واحد يقرى في الجامعة اروح شيره كراس اشيره لاغوم شيره كريون اي صدقة اي صدقة طفلتي ما شيلها دمية تفرح مسكينة وتدعي لك بالخير اما لا هذا الكبش اللي صدقتها عندك الاجر ولكن الكبش اللي ذبحتها على نفسك عندك ثلاثة اشياء تأكلين منه تتصدقين منه وتهدينا منه بقية مسألة حاولوا تفهمها الله يفهمنا واللي يفهم يفهم لي ما فهمش مشي لازم الكبش نقسموه قد قد على ثلاثة اقسام يعني قد قد قال الكبش فيه ثلاثة كيلو عشر كيلو ناكلوها عشر كيلو نصدقوها عشر كيلو نهديوها لا 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 هذا فهم خاطئ للحديد وإنما ثلاثة تكون فيه يعني هذا الكبش ناكلوه منه نصدقوه منه ونهديوه منه ولكن بلا حد معلوم يعني مشي عشر عشر كيلو لا بغت أقل القالين نصدقوه به ولا أقل القالين ناكلوه ولا أقل القالين نهديوه المهم هذا الثلاثة تكون في هذا الكبش والمرأة يجوز لها تشعر أضحية من مالها وتلوي على نفسها وعلى أهل بيتها وإلى كانت قادرة يجوز لها حتى الزبح يجوز مرة تدبع روحوا شوفوا هذه كنسات على الجبال تع القورة تع المداشر رضي الله عنهن روحوا شوفوا تنود الصبح تروحوا على الجبل تقطع على الصجرة تجي تدفي وليداتها تفتل تخبز تعجن تناحيلها بصلم البحيرة تحلب البقرة تحلب المعزة تسبق دارها يعني شركة وطنية في الدار حسبونا الله ونعم الوكيل والله عمر داركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته